السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير او مساء الخير على عيون احنا متابعين في الدنيا على حسب بقى ما بتشوف الفيديو انا مبسوطة جدا ان انت دخلتوا عندي الفيديو اتمنى تكملوا معايا شوية كده ان شاء الله انا نقبل عند حضراتكم هتطلعوا مستفدين ويا رب جميع تكونوا طيبين بخير واي حاجة ما تعجبكوش اكتبوا لي في الكومنتات واي حاجة عجبتكم اكتبوها لي برضو في الكومنتات هنا بس قلت ابدأ الفيديو وانا كده نشيطة عندي شوية يدون كتير عائدات تتكيوب بما ان الكهرباء على طول بتقطع فولت استغل الفرصة وابدأ اكوي من بدري هنا بقول لكم الناس اللي ما بتحطش الفيشة في الكوبس الكهرباء على طول وبتستخدم موصلة زي فطبعا كل ما تيجي تكوي هتشدي هيفكوا من بعض فده حلها بنعمل عقدة بالشكل ده فمهما تشدي مش هيفكوا من بعض الموضوع ده طبعا كان في الاول بيديني على ايه ما عملت الفكرة دي هيفكرة بسيطة بس ممكن بعض الناس تكون ايه لفت نظرهم لها يعني طبعا مليت مية لحد لحد المسموح بي وتأكدت ان انا مشغالة البخار طبعا في بخار ووسط وبسيط وهبتدي اكوي طبعا عايز اقول لكم المكوى البخار دي منجزة جدا انا عندي المكوى العادية وكنت الاول بخاف من المكوى البخار بسبب ان هي بتعطل بس مع الناس بتقول ان هي بتبوز بسرعة لكن لما بصراحة جات لهدية واستخدمتها اولا خفيفة جدا فادي سريعة ثانيا البخار بيساعد ان الهدوم تتكوي يعني لو كنت مثلا عندي هدوم كتير هكويها في ساعة مع المكوى البخار هكويها في ربع ساعة وهنا الكهربا كارت قطعت خلاص ايما انت شايفين طبعا انا في العادي بصرف نفسي بشغل الرنجلات على الباربانك بس دي مكوى فلازم يكون عندي كهربا فهنلغي بقى فكرة الكوي وانعايز اقول لكم عندي هدوم كتير جدا بس يلا نعمل ايه نصطد وقت تاني بقى نكوى فيه ونلم فرشتنا هنا دخلت عامل الغداء هعمل الغداء اقتصادي جدا بسيط بس هنعمل حاجة حلوة في الاخر هنعوض العيال بس الغداء بسيط وهينفع كمان ان نحطه في التلاجة كده ربعا نغمسه بالعيش بيبقى طعمه في منتقى الجمال هنا حمرت بصل خاد معايا لون الدهب الخفيف وعندي عدس بجبة غسلة ما نقعتوش هنزل بيقى شوحه كده مع البصل بتخلي العدسية حلوة وجميلة يعني الحركة التشريح دي وهنزل عنين بقى بفلفل وكمون ريحته بقى بتطلع مع الفلفل وكمون تبقى حلوة جدا هنا بقى بما اني هعمله بقى بالطماطم فهنزل عنين دي طماطم بس ضربها بالبانجر فهتلاولونها كده بزود بقى القيمة الغذائية بما ان احنا مش بنسترز طعم البانجر اوي في العادي فبضيفر الطماطم وزودت بقى شوية مية وهسيبه هنا وحط ملح وهسيبه هنا لحد ايه ما يستوي ولسه هنكمل بقى الخطوات بيبقى حلوة جدا هناكله بقى بالرز او بالعيش انا مزودة الكمية عشان هناكله بالاتنين انا حطيت معلقة من الطم المفروم خلاص قرى بيكمل سواه وهزود شوية كمان من المية عشان هو لسه محتاج شوية من السواه طبعا ممكن تحطي صلصة بس يعني شايفين الطماطم اصلا مجملها حطى فيها بنجر وبقى العدس فيه بروتين نباتي والتوم والبصل يعني وجبة مشبعة وغذائية ومغازية جدا انا هناكله بقى بالرز والباقي بقى هشير في التلاجة بتاكل بالعيش حتى لو سائع بيبقى تحفة جدا واكل حلوة جدا هنامل بقى مع بعض هنشب شوية كاركاديب الحلو اللي احنا عملناه اللي هو تقريبا خلص كده وهعمل تاني بصراحة طعمه في موتال جمال عملت معاكم الفيديو اللي فات اللي قبل اللي فات بصراحة حلوة جدا اه مغازي وعلى فكرة مفيد سواء ضغطك عالي او ضغطك واطي بس في المعقول يعني ما نشربش في كتير ونحن نقول ان هو بيتعب هدخل بقى عمل معاكم حلوة جدا حاجة حلوة كلنا بتحبها اللي هي الكنافة بالمانجة هنعملها بطريقة جميلة جدا وبسيطة نص كيلو الكنافة بياخد نص كباية من المادة الدهنية بقى سواء سمنة زبدة على سمنة زي ما تحب انا هحمارها تحت الشوية بس يدل تقريبا ستمائة جرام كنافة فمزودة السمنة شوية وكمان الكوبات دي مش كبيرة هقلب كده السمنة في الكنافة زي ما ان شايفين وهدخلها لفرن وفتح لها الشوية والفكرة ان انا ارائبها من وقت للتاني لحد ما تاخد اللون الدهب الجميل وعندي بقى منجة ان قطعة عم قعبات بالشكل ده سواء بقى كانت عندك في الفريزر طلعت اشارية على طروة قطعية وهي رسنا مجمدة او تجيبي اصلا منجة تكون ايه ملحمة كده ومسكة نفسها وتعرفي تقطعي هنا الكنافة بتادي تاخد لون بقلبها من وقت للتاني ما تنسيهاش ممكن تعمليها في الحل لو مش عايزة تستخدم الشوية او لو ما عندي جيش او مش عايزة تستخدم الفرن تعود تقلبها فيها كده باستمرار لحد ما تاخد معاك اللون الحلو ده مشاء الله انفرفطة واخد لون حلو جدا هتحط عليها بقى لاما سكر بودر لاما شربات سيراب تقيل اللي هو كوبايتين سكر وكوبايت مية او عسل نحل انا بصراحة استقربت واستخدمت عسل نحل والعسل ده يعني من نوع اللي هو مش الغالي قوي وحتى لو غالي يعني ما هو كده كده هنأكله مغزي هحط بقى حسب الحلوة اللي انت تحبيها بس في الاخر برضو الكنافة تكون مفرفطة خلي بالك ما تبقاش متكتلة عشان تبقى لذيزة كده في الاكل انا خلصت الكنافة بتاعتي زبطها نعمل الكريمة كوباية من الكريم شانطية الخام عليه ثلاث معالق كبيرة من السكر وعليه معالقة كبيرة من الحليب البودر طبعا بستخدم معالقة صغيرة فاطلع صغيرة محطة كتير هنضربهم بقى مع كوباية من المية المسلجة او عصير مانجا مسلج او حليب مسلج اي حاجة انا ضربت بمية وانا كده كده حطت حليب بودر على فكرة بيفرق جدا نفل حتى لو ضربت اللبن حليب بودر بيبقى جميل جدا انا هاضيف مكعبتك شوية كده من المانجا وشوية كده من العصير النازل من المانجا بيخلي بقى الكريم شانطية ده في حتة تانية خالص يعني هم هيتضربوا بالمضرب هينضمجوا في الكريم شانطية وهيزيدوا الطعم حلاوة يعني على حلاوته يعني اصلا الكريم شانطية ده حلوة جدا نبرمي كمية جميلة في بولاد بقى صغيرة في صنية بايوريكس في صنية ألمونيا حسب ما تحب تطبقي هو احلى حاجة انك تعملي لكل واحد البولة بتاعته او تعملي في صنية وتقطعي كده خرط كده وتتلكل واحد القطعة بتاعته في طبقه لكن ده كان طبق اكلير كان اللي فيه بورفترول من محل حلواني كنت انا شرياء يعني من فترة وكنت شايلاء فكان نفسي قوي ان انا اعمل فيه بصراحة كنفة من المانجا زي ما بشوفها في المحلات فقلت لما اعمل بس يا الفكرة ان احنا لازم كلنا نقول ناكل كده مع بعض بتبقى اكلة جماعية حلوة يعني ملمومين على نفس الطبقة فردت تحت طبقة من الكريمة وعليها طبقة من الكنافة بس ما نكبس الكنافة انا يا دوب بوزعها بفريدة بس مش هضغطها انا مش عايزها تبقى من كتلة يا دوب بوزعها كده وعلى الوش برضو طبقة من الكريمة والاسهل انك تحط الكريمة دي في كيس وتوزعي الكريمة بالكيس هتكون اسهل بس حتى لو كيس تلاجة وهتعملي فيه فتحة وعلى الوش كمان طبقة من الكنافة بتبقى تحفة انا بقى حاطيت الكريمة في كيس زيان شايفين وقصيته ووزع بيه عشان دي الطبقة اللي على الوش طبعا انا عاملة الكريمة تغيرة ممكن تخفيها شوية بدل ما هي كوباية مية تحطي كوباية وربع أو كوباية ونص براحتك على فكرة بس عشان جوا حالو انا حابة الطبقة تكون سميكة احط على الوش بقى المنجا ممكن تحطي كرامل ممكن تحطي لوتس ممكن تحطي تمر ممكن تحطي شوكولاتة نوتلا براحتك خالص عامليني فورس سيزون كل واحدة جنب بشكل براحتك خالص انا عملت بقى اللي من الموجودة عندي المنجا وفي النص حاطيت واحدة مش مشافة لحياتها الفاضية وعلى الوش شوية بندق مجروش او كريز انا اوقات بعملها برضو في الصينية البيركس وقطعها قطع كده بتبقى تحفة بما اني عاملة كمية كبيرة فعمل ايه بولتين بالكريمة والكنافة اللي بقين معايا طبقة كريمة وطبقة كنافة وهكذا لحد ما نكمل الطبقة بتاعنا اه شكلها جميل جدا وطعمها حلو جدا هي طبعا في المحلات كل حاجة اوفر طبعا يا جامعة دي ناس تدفع ايجار وكهرباء وعمالة فطبيعي الحاجة يكون برا ده رزقهم يعني فاحنا نعملها احنا في البيت مش مكلفة خالص لا هي مكلفة يعني مش هنجزب على بعض كل حاجة بقيت مكلفة بس يعني ولو مرة او حتى ممكن تعملي كميات بسيطة ده انا موريها لكم وهي لسه كمان ما دخلتش التلاج طبقات جميلة جدا كنافة مقرمشة سكارها مزبوط المانجة طبعا بتدي تستعلي جدا اتمنى تجربيها وتكتبيلي بقى رأيك في التعليقات وانا عارفة ان كلكم بتعملوها يعني بعد كده عند شوية مشارات خفيفة كده حبيت اقول لكم عليها اكيد هتستفادوا منها يعني عايزة اقول لأفرحه الرز ده بقى بعشرين جنيه يا جبعة احنا كنا منجيبه باربعة عشرين وخمسة عشرين بقى بعشرين جنيه الرز ده فلاحي حلوة جدا بيبقى نسبة الكسر حاجة بسيطة بس رز ده حلوة سميكة يعني مش الحبار وفياة لان فيه رز ده بيبقى حبار وفياة بيبقى أرخص وبيبقى حلوة في الاكل وطعمه جميل جدا ده بقى بعشرين جنيه معنى كده ان ما شاء الله الربعة بقى بخمسمية كان ربعة فاكرين كان بثمنمية والكلام ده وعندي هنا جبت باور العرض ده بعشرين جنيه انا كان عندي باور بس اقرب يخلص العبوة القديمة ده انا عايزة اقول لكم مكتوب كده على الشريط الاخضر كده يرج جيدا عند الاستخدام انا عايزة اقول لكم لنا بقى لي سنين بس تخدمه وما مرجوش قبل الاستخدام مع ان العبوة القديمة مكتوب فوق ويرج جيدا قبل الاستخدام العبوة القديمة مكتوبة فوق اهي بس بالاحمر صغير فمش كنت باخد بالي منها انا بجيبه بقى للشفاط والشباك السلك اللي فوق البتجاز بس كده بسيط لما بستخدمه لو وقع عندي ده حاجة على البتجاز وتحرقت يعني جيبه مرة واحدة في السنة زي ما تركوا العرض ده بعشرين جنيه والليفة دي كانت بخمسة جنيه فاقلت اجيبها اجربها انا بجيب بالليفة اللي هو اللي هي كانت زمان بجنيه واربعة جنيه وخمسة حيان بقت بعشو فدي بخمسة جنيه فحسيت ان القماشة بتاعتها منبرة ضعيفة وهتتقطع بسهولة فقلت اجيبها دي انا جايبها الازايز المية واخد لأ اليفة ازايز المية للموعين دايما بعمل ايه بدل كده كل فترة الصبون ده حلو جدا شبه صبون امبريل مزيتها ان هي بتقعد على الحوض مش بتبوش في صبون عارفين مجرد ما بيجع ليه مية بيبوش كده لا الصبونة دي بتفضل متماسكة الاخر فتفوتة وهي حجمها مية عشرين جرام مش كبيرة كانت زمان تحت العشرة جنيه بستة جنيه وتمانية وتسعة حاليا باتناشر جنيه ونص في منها الازرق ومنها الاسود رحتها كويسة ومش اللي هي المفحفحة قوي بس حلوة رحتها حلوة يا مية عشرين جرام ومزيتها زي ما قتلكم ان هي نشفة نفس فكرة صبونة الامبريل لو تعرفوها هنا بقى الليدر المسحو ده انا جربته قبل كده هو حلو بينظف كويس اه هو هو ده بريحة اللفاندر انا كنت دسا مجربة لجمعة اللي فاتت جايب الكيس اللي هو بعشرين جنيه ده بقى كان مكتوب عليه انه هو عليه عرض هدية مجانية اه ازازة صبون سائل ستمائة ميلي بس هو الراجل خير ما قال لنا لو هتاخدوها بازازة الصبون السائل هتاخدوها بخمسة وستين جنيه لو من غير الصبون السائل بخمسة واربعين جنيه وقلنا بنقص مش عايزين ازازة الصبون السائل ستمائة ميلي دي ونقام ناكات ليدر برضو الصبون السائل ليدر بقلنا ايه هي العبوة كيلو نص مكتوب عليها فكده تقريبا الكيلو وقف بتلاتين جنيه ونص بخمستاش فقلنا بلها الصبون السائل وانا اخدها بخمسة واربعين جنيه انا في العادي بجيب اريال بريحة الدوني واكسي اللي اتنين بصراحة بيبقوا حلوين جدا بس انا جبت المراضي ليدر ده عايز اقول لكم بالنسبة للشوار ده اسمه زازو اه كان عندنا واحد معنا فترة طويلة جدا بس كان بالعسل والاناناس بصراحة رغوته عالية جدا يعني القديل بعمل رغوة عالية جدا بصراحة وريحته حلوة فلما خلص جيبناه تاني بس طبعا اكيد بريحة تانية عشان ما نزقش منه دي بقى بالخوخ والكريمة شوار بالكريمة لقى احنا ما لا هزر معميتي ولا هصب لك شوية بقى شوية تلك بصراحة ريحته فوضيع جدا حلوة قوي قوي احلى طبعا من ريحت الاناناس والعسل اه ومش عارفة ايه فايدة الكريمة في الموضوع اصله شوار جلي يا جماعة بس بصراحة بيبقى معنا كتير جدا وبيوفر في الصابون يعني احنا قلنا فترة الازازة دي خلصت بنستهلك بقى صابون بما ان احنا كنشوا بندخل حمام فبنستهلك النما ده يعني الازازة دي بتقعد معنا كتير جدا يعني على فكرة فانا قلت لكم الازازة دي بكام باربعين جنيه اه هنا ده كريم فاتيكا احنا عارفين منه تلات احجام السبعين ميلي والمية واربعين والمتين وعشرة دي الكبيرة اللي هي متين وعشرة دي اللي هي بالارجان بصراحة اول مرة جربها اه سعرها طبعا احنا عارفين احنا عارفين ان الفاتيكا اه سعره زاد جدا يعني دي يعني المفروض ان عليها اف عشرة في المية معارفش بقى هو عمله لنا ولا لأ بس اه هي سعرها واحد واربعين جنيه للأسف يعني بس اه مكتوب ان هي للشعر الباهد والتالف ومكتوب كمان اللي هي للحماية من الحرارة بتاعت السشوار والبيبيليس مش عارفة هل صحيح ممكن تحطوها قبل السشوار والبيبيليس مش عارفة احنا جد كده ما بستخدمهمش يعني فهجربه كده بصراحة فاتيكا من الكريمات الخفيفة اللي انا جربت المينكي سيء جدا اولا بيناشف الشعر تيجي تصراحي المشت بيمشي فيه بصقوبة جدا وبيدي كسافة عالية للشعر تحسين شعرك هايش وكسيف بديلي سمك كبير بس متعب جدا في التصريح ما كنت بستخدمه البنت يكون المشت بيتقوص كده من متر التصريح لان الشعر منشفه جدا وطبعا افتكرت نفسي بشرابين ده اسمهم المصطفى اللي عجبني فيهم ايه هم شبك بس تخان تقال مش شبك اللي هو الخفيف الفليل خفيف ده فالشعرابين دول عاملين خمستاشر جنيه هم المفروض كان يبقوا عاملين عشرين انا بلولاها بس بشيل خيطة كانت زيادة عشان طبعا ما اتكرش كنزم تشيلها بلولاها بس ده هو الراجل بقى عشان احنا شارعين منه الفانيلات دي وهو عارفنا فعمل معانا الواجب جبت الشعرابين دول بخمستاشر بدل عشرين دي الفانيلات بس عايز اعرضها معاكم فيه مركة اسمها نصر البارية ده قطن مصري مية في المية حلوة جدا نصطنا ما اعرفش المركة دي دي الفانيلة النص كوم المفروضة نياب تلاتين والحملات بها خمسة عشرين ده للاطفال يعني بس هو بصراع حسب لها لنا بسعر الحملات بخمسة عشرين فيعني لو تعرفوا او دورة على البراند ده حاسة جميل يعني هو حلو وخامته حلوة والفنش بتاعه جميل مشتريات بسيطة خالص يعني يمكن تكونوا استفدتوا مني في الفيديو بأي حاجة ما غسلتش بقى ونضفتوا كلام ده حبيتي الفيديو النهاردة يكون مختلف لو استفدتوا مني بأي حاجة اكتبوا لي في التعليقات لو مش عجبكم اي حاجة برضو اكتبوا لي في التعليقات واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشتركوا في القناة شوكوا في الفيديو جديد رأي باذن الله مع السلام